زي من ياريت سؤلف لي عن تجربتك بشاعر العراقية وخسارتك والأحداث كلها يعني حسيت أنه انظلميت لو استحقاقك لا أشوف هو شاعر عراقية أنا عشت أيام كله شحلوة ويا الكادير ويا الشباب ويا اللجنة كان مسابقة جميلة مسابقة مهمة بكل برنامج كل أمسية كل مهرجان يصير إخفاقات يصير أخطاء يصير مجاملات عادي بكل مكان يصير مجاملات حضرتك مساقلت أنا بالبرنامج جاملت 23 شون الضيرة بشاعر عراقية جامل لا لا المسابقة ما يجامل المسابقة لا أنا يعني بصراحة لو أكون باللجنة لا الله شاهد ما أجامل مستحيل خلنا نتفق على شي معين ماكو لجان بالشعر الشعبي ها أكو شعراء صاروا لجان الشعر الشعبي ما يعتمد على أكاديمية الشعر الشعبي ما دام هو عاطفة فراح يقيم كل من حسب ذوقه ماكو لجان بالشعر الشعبي لجان على أي أساس يقيم على أي أساس على أي أكاديمية شعر الشعبي هو أحساس مثلا من يجي للشعر الفصيح من يقعدون نقاط بالشعر الفصيح أكو عروض وأكو دارس نقيد وأكو ما عدنا ناقد بالشعر الشعبي على المدى يكون لجنة نهائيا بتاريخ الشعر الشعبي ما أكو ناقد حسب وجهة نظري مو تعميم يعني مسابقة شعر العراقية مسابقة جميلة أنا عبرت المرحلة أولى وخذت الأول عن نجف نعم عبرت المرحلة الثانية باللجنة لأن كانت اثنين تصويت وواحد لجنة أنا عبرت لجنة ما حصلت التصويت وصعدت المرحلة الأخيرة أحنا 12 شعر كنا كلنا نستحق المركز الأول رغم الإفاقات صارت عند بعض الشباب اثنين ثلاثة صارت عندهم خروج بالوزن بالارتجال منو؟ ما أذكر أسماء والله شو ما تذكر أسماء؟ اغلاء الذكان هو لا سبع لي هو باليوتيوب موجود ومثقه اعتقد اللي يطلع على الوزن بالقصيدة شرف الجوذري تحياتي له شاعر مبدع واللي يطلع بالدارك ما فاز واللي يطلع بالدارن من شاعر الحبيب كاظم شاكر كان عنده بالدارن خروج كاظمه هو اللي أخذ الأول كان عنده خروج بالدارن هذا ما سبع لي شاعر مبدع لكن الارتجال ما يقيم الشاعر كانت مسابقة جميلة وكانت تصويت ويستحقها الأخ كاظم التصويت كان بصالحة والجمهور حبة وهذا بعد رأي جمهور يعني أنت مقتنع مقتنع بشنو مقتنع بخسارة أنا ما خسرت أنا عند نفسي ما خاسر بس هو قلت لك أنه استحقاق تصويت أد نفسك أستاذ زمن أد نفسك نخليها على صفحة أنا أكثر أكثر اللي كانوا موجودين واللجنة قالوا أنت تستحق الأول أولاء يستحق الأول لكن كلنا نستحق الأول كنا أنا عتبي عتبي يعني بعد إذنك عتب علي الأستاذ حمز الحلفي كان ببرنامجك يقول اللي أخذها يستحقها وكان مجدد يعني إحنا كنا نكتب مثل قصائد بالجاهلية يعني كلنا نكتب بلون جميل بشعر جميل وبإشادة الكل يعني يعني ليش الأستاذ مثل حمز الحلفي ينتقص منه ولا على الركاب ينتقص من سين سين صاد كلنا نحن كنا مجددين لا أكيد ما ينتقص تحياتنا إلا شاعر كبير ومدع وصاحب تجربة وأنا أحبه لكن هذا عتب وعتب حظائب يعني أنا لأنا أحبه لازم يذكروا اللف مع الشي يذكرهم ويقول كانوا مجددين وكانوا شعراء وكانوا مبدعين شي راقي من حضرتك في دول عمرك أكيد أنه أستاذ حمزة هو أخ أكيد أكيد أخ ونوجه له تحية طيبة لأستاذ حمزة